عشان كده نجمينا للجميل سامير كامونة وهنا أنا ممكن أفهم أنه اللاعب أو المدرب يقول رؤية فنية بس منصح لما تتعرض للخبر حاول تكون متأكد بنسبة كبيرة وإلا بلاش دية نشوف موسماني أيامه معدودة في الناد الأحلي معلومة أنا عندك على مسؤوليتي موسماني موسماني يا كابت الرضا في خلال أيام مش هيبقى موجود معنا بدليل ان لسا مجددتش معنادي الأحلي أنا بقول لك فيارى جاي الناد الأحلي في خلال أيام خلاص معلومة مؤكدة على طرابيزه 28 في أحد الفنادي الكبرى في القاهرة معلومة مؤكدة لا يعلمها مسؤول النادي الأحلي بأنه تم التوقيع على طرابيز تمثلي وعشي مسؤول النادي الأحلي هو اللي عنده المعلومة المؤكدة وتبقى مؤكدة عندما يظهر بها القرار يعني هي تبقى دراسة إلى أن يظهر القرار وانت ناسي لما كابتن صالح قالك أنا مليش رأي يعني أملك القرار كنت بسأله فهولمن إيه رأيك فهولمن قال لي مليش رأي قال لي آه أنا رأيي قرار بالضبط كده إنما يستطيع أي واحد أمام الكيبورد أو شاشات التلفزيون أو خلف ميكروفونات الإذاعة إنه يأكد على وهو ليس صاحب القرار في حين أنه صاحب القرار قال لك أنا رأيي هو قرار يبقى القرار لازم يكون رأي فكابتن سمير إنه مسماني أيامه في الأهل معدودة وإنه على الترابيزة 28 بأحد الفنادق الكبرى تم التوقيع بين الأهل وفريرة دي مسائل أعتقد اللي هم دارب الزمان اللي هو المدير الفن للزمالك دي عشان كده أنا بقول لأ لأ ناخد بالنا إنه شهوة الخبر أو شهوة الكلام ما توقعشي النجوم الكبار في مثل هذه المطابات هممكن هو قاعد مع واحد متصور من صناع القرار قال له خد مني خبط له الكلام ده خد مني العاجي غرق ولا طيب حصل ده لكن الأهل كسب برامدس 3 وخابة ظن الكابتن عفت وبعد المطش مش بس كده كمان جي جون في التربزة 28 في أحد الفنادر الكبرى لأنه الأهل أعلن رسميا عن التوقيع أو تجديد عقد مستر بيتسو موسماني لموسمين قادمين يعني الموسم الحالي 21-22 ده بيخلص ده للعقد اللي فات موسماني موجود مع الأهلي 22-23 اللي هو الموسم اللي جاي و23-24 الموسم اللي بعده وده في إطار مشروع كبير لجنة التخطيط في الناد الآلي مستقرة عليها لكن الغريب والمدهش بقى مدام خد مني واشتري مني الكلام ده أعلن مساء الثلاث مساء الثلاث المصر اليوم لسه يوم الأربع عنوانها إن المصر اليوم بتكشف سر تأجيل التمديد لموسماني أفهم المطب الصحف اللي حصل إنه الطبع المبكر خلى جرنانو ده بتحصل في كل العائلات الصحفية لكن يبقى التفسير عن أسباب تأجيل التمديد إنه فيه تلات مسؤولين يتحفظون على سياساته مع اللعبين ومصير الفريب بدور الأبطار يحسم القرار يعني التقرير بيقول إنه بسبب تحفظ السلاسي ياسيم منصور رجل الأعمال الشهير ورئيس شركة كرة القدم ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وعلى أداء الفريب وعدم تطور مستوى عدد من اللعبين مع مسماني فبالتالي بيتم تأجيل البد فيه وإنه مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب أرجأ تمديد عقد المدرب الجنوب أفريقي لأجل غير مسمى حتى خدوا بالكو الكلام ده في جورنان يحمل تاريخ الأربعاء وده الفخر العقد تمدد يوم الثلاث وبالمناسبة كان متفق عليه ومستقر عليه وزوجة مستر بيتشو مش موجودة في القائرة اللي كانوا أثاروا عليها هذه الأزمة الشديدة في وقت طويل قوي لكن الجرائد نصبت مشكلة والبرامج الفضائية عملية تحدوتها وصدقوا نفسهم أنه فيه أزمة أنه فيه أزمة رغم أنه الموسم الحالي شغال إحنا لسه فات التلت الدوري يعني لالي مش مطالب أنه يجدد دلوقتي أو ما يجددش المدير الفني على الأقل كان ممكن يستنى لنهاية الموسم لتقييم المسألة وده الطبيعي